طبعا انا عايز اعرف حاجة بس قابل ما انت يا دم اقوله ما انت بتشجع يا اليوفي ولا انت هو التي شيرت بس هو الخطوة لا يعني جات كده انا بشجع برشلون اه برشلونة اه عاش خلي بالكو السنة دي الدنيا صعبة لا لا خلي بالكو ايه طبعا احنا حبتين عليكو اصلا احنا السنة دي هتختلف لا لا ولا هتختلف ولا يا حاجة وليس بنتوا زبطوا بس انتوا بالصفقات اللي انتوا جايبينها وفرحانين بيها ولكن احنا بدأناها بالسوبر كمان الاوروبي فاحنا ما عندناش مشكلة اي بطولة هتيجي في السكة هناخدها خبرات هتفرق احنا هنفرم اي حد يعني طيب انت بتقول الجون اللي انت بتنسويش عشان في الحضري وطبعا وفي الدادي لالي طيب برضو لا انا جبت في حراس كبير ايوة من عارف وفي كابت الندر السيد اكس انت بتقول ان انت اهم جون ان انت سجلته في الحضري اه طبول ماتش اهم ماتش انت عملت ماتش كبير قوي ماردو هتقول لي فيك وقدامك لا اقولك على حد الماتش اللي وداني الاهلي كان ماتش المقاولين والمحلة كان الكابتن حسين البدري كان بيتفرج عليه وانا عرفته صدفة ان هو كان جاي تفرج عليها في الماتش طب انا هايز اسأل سؤال يعني جزي اللي كنت عرفه ان هو كان سخته فيك كبيرة جدا وكان بيتكلم معك ويمكن جزي جي في يوم من الايام نصحك ان انت اصبر يا احمد شوي انت هتلعب وحتاخد فرصتك وحتلعب على طول بس انت لازم يبقى عندك صبر شوي اعتقد ان انت برضو ما كانش عندك صبر دي غلطتي يا كابتن فعلا لان انا بص هو اول ما انضمت للنادي الاهلي يمكن اتكلم معي في المعسكر بتاع المانيا في اول السيزون كان معايا كابتن حسام البدري كان هو اللي بيترجم فقال لي بص احنا عارفين ان انت جاي من المحلة وكنت بتنفس على هدف دوري انت هنا في النادي الاهلي اسمك لسه بالألم الرصاصي يعني بالضبط كذا الكلمة قال لي انت رصيدك zero اخد بالك هو كلنا اما بنروح هو الواحد رايح بيبقى ايو طبعا طبعا لازم تشتغل هو خلي بالك بيكلمني ده تحفيز يعني انا اخدته ان هو تحفيز اللي هو عايز يقول لي ايه ما تلعبش ما تفتكرش ان انت جاي هتلعب لازم تتعب عشان تلعب